نبدأ على بركة الله نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادئة بدئين نحيي جميع الفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات الفاعلين النقابيين والفاعلات النقابيات لفعلا يساندوننا ويقدبوننا الدعم يعني سواء في بداية هذه المنظومية سواء الآن نشكر الجميع جميع الشرفاء والشريفات فعلا أصحاب الأياد المظيفة الضيضاء النقية التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه فعلا نقدرهم ونحترمهم لأنهم فعلا تعرفنا عنهم عن قرب وأيديهم نظيفة فعلا وضمائرهم حية نحيهم ونقدرهم ويرجع لهم الفل وعلى الله سبحانه وتعالى في التعريف بها المظلومية والدفع بها إلى الأمام حتى وصلت فعلا المظلومية إلى جميع من همهم الأمر وعلى رأسي الموزير التربية الوطنية وأقر فعلا وعطرف رسميا في قبة البرلمان وأمام لجنة التعليم في قبة البرلمان أيضا وقال وقال صراحة ورسميا بأن فعلا هناك متقاعدين توظفوا السلم السابع وبسلم الثامن أفواج من 2003-2004-2005 إلى قبل 2012 وعددهم 10200 بمن فيهم المتوفون ورحمهم الله لهم الأحقية والأسبقية والأولوية في الإنصف وللأسف كما جاء على لسانه فلم يخبروه بهذا الملف ولم يتطرقوا إليه البتة بل أخبروه بأن المظلوم يديا ضحايا النظامين بدأت منذ 2012 وقال صراحة بأن الحل الذي يعني جاء به المرسوم ونزل بالمرسوم دي الجوزة 16504 كان بناء على يعني ما أخبروه به وعلى الاقتراحات دي النقابات والمصالح الإدارية ذا من هنا يعني يتبين مجليا بأن الوزير فعلا كان يجهل الحقيقة قد غيبت الحقيقة يعني الأصل هذه المظلومية كما أشرت إلى ذلك سابقا هم أصل بحايا المادة 12 بحايا المادة من يوم 12 المتقاعدين الأفواج 2003 2004 2005 اللوائح دي لهم كانت صادرة وكانت يعني أسماؤهم واردة قبل ومستوفون جميع الشروط دي الترقي ولوائح دي الترقي دي لهم من الدرجة التالثة إلى الدرجة الثانية كانت واردة وتعسفوا في حقهم بفعل الكوطة اللعينة التي جبوها في نظام الأساس 2003 والتي ضيعت الحقوق لهؤلاء الشيوخ الذين توظفوا بالسابعة وبالتام الأفواج 2003 2004 2005 بالتبت هذا ما الأصل لللمظلومية هدو هو م المركز للتقل للتقل للي المظلومية وهدو ما الأصل للمظلومية اللي حجبوا عليه هذا الحقيقة وفعلا عندما تبين كما قلت را كانت لوائح كينة عندهم وكانوا محبيينها إذن لي اللي يعقين بأن السيد الوزير المحترم يكون عرف الحقيقة ما كانش غد يتأخذ هذا القرار نهائيا للطرقية المتقاعدين قبل 26 جوان 2019 نهائيا ما كانش غد يأخذ هذا القرار وبالطبع يعني بالنسبة للرئيس الحكومة ولو وزير المالية إلى آخره را هذا الشي اللي وصل لي لوصل ليهم الوزير التربية الوطنية را هو ما اللي اللي تعلموا بي فقط وهو هذا الشي اللي وصل لهم وصل لهم ذا الشي بناء على المعطيات اللي يعطوه والنقابات والمصالح الإدارية في حين أن الحقيقة تعرفوها المصالح الإدارية وخصوصا مديرية فضل النزاعات ومديرة الموارد البشاري تعرفوا الحقيقة والليوم قد نتطرق لكم كيفاش أن كان المتقاعدين جلسوا الامتسيح هم الأصل دير هذا الروم الروم الأصل ما الشي متقاعدين بالسلم العاشر هذي غبوا يدير فيهم حساني اصحبهم فقط هما اللي يبقاوا اصحبهم فقط هذو هما اللي يبقاوا ولعبوا عليه دور الضاحية وبأننا خدمنا وقدمنا خادمة جاليلة وخدمنا 42 سنة وققوا عليه بالغميق ولكن ما شهي هذه الحقيقة الحقيقة عارفينها المعقابات وعارفينها المصالح الإدارية خصونا را كانوا هذو في المصالح الإدارية تنعرفوا أن اللوجين اللي تتكون يعني تتمتل المصالح الإدارية فيها الناس يعني راهم يعني ترباوا في الموال البشرية خصونا منهم يعني اللي كانوا في المصالح دي الترقيات وعارفين الترقيات وعارفين يعني الضحايا دي المادة دمية وطنعش الفوج دي من 2003 2004 2005 عارفين الترقيز الاستثنائي الأول بأنه خلف ضحايا وخلف يعني متقاعدين يعني تم التعسف عليهم بفعل الكوطة اللي عينا وكانوا ضحايا دي الكوطة اللي موجودة في نظام السياسي دي البيان ثلاثة دي النظام بس 2003 نجو نوضحه أكتر الرجع الاتفاق دي الستة وعشرين أبريل 2011 هذاك هو المصيبة العظمى هذاك هو المصيبة العظمى اللي منه فئات تم انصافها وفئات تم تعسفها عليها في عمان وكانوا دائما حيط القصير وهم دي الابتدائي دائما يعني تكونوا في الديل دي الأولويات دي 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 الأولويات دي علش قلنا في 2011 في 2011 جاءوا هذي الساعة داروا الترخيص الاستثنائي التاني داروا التمديد دي المادة 112 داروا في هالترخيص دي نائي التاني تنعرفوا بأن الترخيص الاستثنائي الأول هو دي المادة 112 بدأ من 2003 إلى حدود 4 سنوات يعني بدأ من 13 جوج 2003 إذن إلى 13 جوج 2007 ترخيص ترخيص الاستثنائي الأول هذا الترخيص الاستثنائي الاول كان جاء على أساس كطرقية استثنائية لأنهم كانوا تعطلوا هذو السابع والثامن و كانوا تعطلون لأنهم متضررين تضرروا في السلاليوم السابقة يعني في الثامن كان يدوز من الثامن إلى الثاسع عداز ب 14 سنة 16 سنة وصلت إلى 20 سنة إذن تقرص سنة 5 سنة 8 سنة وتأخر كثيرا هذا لأنهم يدوز من الثامن إلى الثامن عقوهم المادة 112 لأنهم يدوز ب6 سنة و تمديد استثنائيا بالنسبة لأنها تضررت فعلا متضررة وتعطلت في السلم الأسبق المادة لأنها متضررة وكانت ضحية وعطوها المادة 112 لأنها استثنائيا في حدود أربع سنة في حين تنللوا بأن المتقاعدين منهم أفواج 2003-2004-2005 قاعدوا وكانوا رابطة وظيفية خارجين في اللوائح 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 لم تنللوا ونقضوا 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 بأن الاعتماد المالي وفي حين من الاعتماد المالي أعطوه لهادو ويحتسبوهم من بعد ضلما وزورا وفي تزييف ولف وضوارا ودوق وقدموهم كم ضحية ودوق في الحين نقضروا الحقيقة للسيد وزير ونقضوا ونقضوا يتفاجئ ونقضوا لأن يستغربوا ونقضوا بأن يتفاجئ ونقضوا لأن يستغربوا ونقضوا من نظام للتفاق من 26 أبريل 2011 الحكومة السابقة من الفترة جاء وعمرت ونقضوا والتفاق ووافقت على الكثير الملفات باستثناء المعلمين الابتدائي الذين سحبوا هذه اللائحة الترقي لأن هذه السنة كانوا يطرق سحبوا الابتدائي ونقضوا الإعداد لأن الإعداد جاءوا هذا الوقت ودوقوا المتقاعدين ونقضوا من 1997 حتى 2003 وثلاثة 12 بالضبط وثلاثة وثلاثة مرة واحدة في قطة الرجعي منحهم سنوات الجزافية المتقاعدين منهم سنوات الجزافية ممكنهم من الترقي وثلاثة وكان هذه السنة خاص يدوز كانوا يدوزوا المتقاعدين اللي بقاوا من اللي كانوا بقاوا ومن اللي كانوا استافدوا من المادة 112 الترخيص الاول من 2003 كما قلت إلى 2007 كان هذو كل اللي بقاوا وكانوا ما ترقاوش كانوا ما ترقاوش كانوا أستاذة الفاضلة القادرة الجليلة أستاذة لطيفة العابد شدوا وصحوا الابتدائي لأن الابتدائي دائما لا تهتم به ما عندهم لا يوجد الأولويات والنقبات والموارد البشرية لأنهم دائما تهتموا بالإعداد وإلى آخره ويهتموا في النظام الأساسي فقط السلم 11 ويهتموا بالمفتشير بالتخطيط الضرباويين إلى آخره إعداد حلوا جمع المشاكل إلا الابتدائي حتى المتقاعدين كانوا يدوزوا وصحبوهم لماذا كانوا أصلا داروا هذه اللوائح الابتدائي اللي كانوا تقساوا المتقاعدين اللي كانوا تقساوا من طرقي رغم أنه كانوا يدوزوا استثنائيا بالمدد 12 لأنه من يجب تمديد المدد 12 إذا كانوا خاصهم يعني يعني يسووا يسووا جميع الناس اللي كانوا استافدوا من المادة 112 وباقين ما ترقاوش اللي كانوا تقاعدوا ومترقاوش كان خاصهم يصفوا يعني يسووا هذه الملف المدد 112 أنهم كلهم المادة 112 من 2003 إلى 2007 خاصهم يدوزوا وحصروا اللوائح المتقاعدين دوك اللي كانوا تم استثناء وكانوا وقصوهم من طرقي كانوا يدوزوا في 2011 قبل ما يديروا التمديد لأنه قبل ما يديروا التمديد من فبراير 2007 إلى 31 2013 كانوا يدوزوهم في الوقت اللي يجاوا وصحبوهم وكانوا يدوزون ضمن 3000 لأنهم تم استثناء من المادة 112 والمادة 115 كانوا يدوزوهم كامل في حين سحبوه الابتدائي وخلوه إلى إعدادة 3000 ودوزوهم من 1997 إلى 2003 ودوزو مرة واحدة كانوا ودائما يتعسفون على الابتدائي وكل شيء يعني تحت السكوت الجامعة كل شيء يسكت على التجاوز تم من يجاو قلت لي قدروا التمديد المادة 112 يعني الطرق غير 6 ثانوات خصني نتخلص خصني نكون مسوي الترخيص استثنائي الأول لا يمكن استثنائي ثاني وأنا بقي ما أكملش يعني بقي عندي ضحايا في الترخيص استثنائي الأول لوائح موجودة وشيء لماذا يجي الوازير وصلنا لي المطلومية لقاء فيها لن كانوا اللوائح المتقاعدة والقاب العكس كانوا 10200 متقاعدة بمن فيهم متوفر تقاعدوا جميع الأفواج من سنة اولا مجرد الميل في افتدان من الميل المكلفين والميل الإعدادية وكذلك كانوا تجاوز الخصوص بل ما كان يجب آخر لماذا بان السنة كان السلم التاسع سيئا قاري لا يبقى لماذا؟ لأن برونجين في 2014 يبدأ التوظيف بالسلم العاشر يبدأوا يتخرجوا بالسلم العاشر ويعتمدوا فقط الإجازة ويقولوا يتخرجوا بالسلم العاشر لماذا؟ لماذا يجبوا في هذا النظام في المرسوم الدولي 17-540 فقط يفهموا الوزير لأن السلم التاسع لا يبقى لأن كل شيء سيضع حتى المتقاعدين لا يوجد شيء واحد يتقاعد بالسلم التاسع خاصة لما يستفيدون المادة 112 بالنسبة لي كل شيء يستفيدون المادة 112 سيقاعد بالسلم العاشر لم يكن هناك واحد يتقاعد بالسلم التاسع تم نجاو ودخلوا الفوجي لـ 2012 و 2013 فقط لتخرجوا السلم التاسع لذي كانوا حوالي 4600 وفهموا بأن هذا فقط هم اللي بقاهم رابقوا وقال فوجي لـ 2012 و 2013 وبأنه رابقوا في 2013 رابقوا بالسلم التاسع نهائياً ذاك الشالش تنوجدوا في هذا المرسوم ما دخلوش حتى المتقاعدين اللي داخلين فالمرسوم اللي توظفوا بالسابع و بالتامي وتقاعدوا بالتاسع ما دخلوش لأنه بالنسبة لي فهموا بأن الأفواج اللي قادت 2012 و 2013 اللي تخرجوا بالسلم التاسع فقط ذاك الشالش دمنهم في المرسوم ودبوزهم و بأن الناس ديال الإعدادي رابقوا بقات مئة و سبعة و عشرين فقط هذو هم اللي بقاهم و دخلوهم تاهم ما يا فمتقاعدين و دخلوهم من 2006 إلى 2010 إذا بالنسبة لي بدان ما بقاوش ديال السلم التاسع إذا تم فنجا و فهموه بأن هذو المتقاعدين السلم العاشر راهم خدموا البلاد و راهم شو يخديهم النار و خدموا 42 سنة و داروا و مفهموش بأن را كينين قبل منهم الناس اللي تقاعدوا بالسلم التاسع اللي تقاعدوا بالسلم التاسع و بيكانت لوائع دينهم كينة واللي تسحبت من الحوار من الحوار ديال 26 اتفاق ديال 26 أبريل 2011 و بأنهم رباقين كينين بوضفوا بسابع و بالتامن و كانوا ضحايا حقيقيين أما هذو اللي بقاوه كمتقاعدين را كانوا فقط انهم يترقوا السلم العاشر و باش يكونوا ضحايا يترقوا بالترقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر و هم مقاطعوا بالنسبة للترقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر بل يالله قدوا فيه غير ست سنوات و دازم في حين انه باش ترقى نورمال مون باش ترقى خاصك لابد ما تكون عندك عشرات سنين النظامية وفق المرسون ديالجوز في الربعة 403 اللي تحدد شروق الترقي عشرة سنين هذو كانوا غابي ستة سنين دازوا من التاسع إلى العاشر إذا بما انك الترقية ديالك من السلم التاسع إلى السلم العاشر ما تعطيتش إذا ما يمكن لك نحسبوك بأنك ضحايا الزنزان العاشر و ما فهموش بأنهم را ترقوا كتر من الربعة المرات السابع التامل التاسع العاشر ما في نجاوبتلك فصلوا دوك الضحايا ديال الزنزان العاشر اللي تخرجوا بالسلم التاسع من الخمسة وتسعين إلى الفين و خمسة و دروا ليهم مير في بحدهم علش هذوك حسبوهم ضحايا؟ لأنهم تعطلوا في الطرقية ديالهم من السلم التاسع إلى السلم العاشر تعطلوا هذا الشيء ليش حسبوهم ضحايا في الزنزان العاشر باش يعوضوا لهم السنوات اللي تعطلوا فيها من السلم التاسع من الطرقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر اللي تخرجوا من سبعة خمسة وتسعين لأنهم هذو الساعة ولو كانت عندهم ست سنوات السلم التاسع ما كانتش عندهم أقدامية هان مدية خمسة عشر سنة هذا الشيء عليش من الجاو السلم العاشر وحتسبوهم بأنهم ضحايا الزنزان العاشر لأنهم تعطلوا من السلم التاسع إلى السلم العاشر في حين هذو يدازوا وحتسبوهم ضحايا النظامين ضحايا النظامين ما تعطلوش في الطرقية ديالهم من السلم التاسع إلى السلم العاشر بالعكس ترقية ديالهم كانت فائقة السرعة وترقاوها بست سنوات ما وصلوه حتى عشر سنوات الشرط النظام وجو خبو عليه الأصل ديال بأن ركينا ديليست ديال المتقاعدين إلى غاية 2011 وركنوا سحبوها ديال المتقاعدين اللي حجبوهم عليه اللي تقاعدوا بالسلم التاسع را الأصل ديال الاعتراف را ما غادي يمكنش نهائيا الوازير غدخل لي في عقله بأن وحدهم متقاعدين بالسلم التاسع وكانوا ضحايا ديال المادة ميو 12 وخصوهم يدوزو قبل ما يدار المتيدات تمديد ديال المادة ميو 12 خصوهم يدوزو يعني ممكنش خيان ديران التمديد ديال المادة ميو 12 وباقين عندي يعني ناس مطرقاوش من ترخيص ديال الاول وفق المادة ميو 12 ما يمكنش ليا أنا الشطر الشطر الأول باقي ما يكملش وغادي نبدأ في الشطر الثاني الشطر الأول ما يعطيه ما يكملش وغادي نبدأ أنا في الشطر الثاني خاصتي سكنوا اللي أولين لين بدأ في الشطر الثاني ما يمكنش ما تدخلش للعقل وما تدخلوا عليه قالوا لي بالنسبة للسلم التاسع راكنينا الأفواجين 2012 و2013 وذلك الشيء ليش جاء غير ست سنوات وعطاهم سنوات اعتبارية ودوزهم وبالنسبة المتقاعدين بقاووا فيه وذلك الشيء ليش حتى الناس اللي كانوا يعني حصيص السينام حتى ذاك اليوم ما كانش خصو يعطيه اليوم لأنه يخالف الأجر مقابي للعامل إذن هنا يا بتنشوفو يعني أحراميات اللي دازت في هذا الملف وحنا تنعرفوا بأن كنت مشيت هنا عند رئيس مصلحة ديال الترقيات رجل طيب لا يجزيه بخير وهو ورا تيعرف الحقيقة تيعرف الحقيقة ديال هاد الملف وديال هالتجاوزات اللي كانت فيها واني كانت الأستاذ العابدة مديرة الموارد البشرية وتحولت عنده وخبرنا وأكد لنا بأنه نغاب نطر وهدلواح كانوا كنت ميقن مئنهم كينين كنت ديه كنت نقول لهم راكين 12.916 باقة وفعلا جلسي الوزير وقال فيه أنا نقلقى 10.200 دان هاد الوزرتي تحمله النقابات والمصالح الإدارية ومالتقلتوا بهاد الناس اللي تقسعو واللي هما كانوا خاصهم يترقاوا وهاد المقابات اللي كانت سحبت هذي الميلف ديال المتقاعدين ديال الابتدائي لأنهم ديال انت تعصفوا على الابتدائي والمصالح الإعدادي والمصالح الإعدادي والمصالح الإعدادي من كانوا ضعقين عليهم كثيرا في اللجنة الإعدادي اللي كانوا ديرهم إضرابات والهم لك من كانوا أجدارهم لم يترقوا لم يترقوا لم يترقوا السنة لتقعون أو أي شيء آخر ومعهم ومعهم من تاريخ التوظيف ومعهم من 80 81 82 83 80 معينة ربعえて 81 حسب لم يترقوا من سنة تقعود أو سلم السلام الذي مرتب فيه هذا الشيء لماذا كان من الأصل للإنصاف كان فقط الناس الذين كانوا تعصفون عليهم بالنسبة للموزاويلين الذين كانوا تعطلون في الترقية هؤلاء الذين يتوظفون بـ 80-86 يتخرجون بالسلام الثاني وتوظفون بالباكالوري لأنهم كانوا مداروه لهم مراجعة من يبدوا التوضيف بالسلام التاسع في 1995 وكانوا فقط قد يديروها هادو ومن 2019 وكانوا المتقعيذين قبل من 2019 ما عيدوزوش ومن يجوا فهموه راشو يخد ياناوخ وخد مستين عام وسبعين عام ودارو هادو وهم يهبطوا تاريخ المفعول المالي والإدارة الواحد واحدين في 2016 وكانوا قصوه قبل ومن بعد عود تاني قالوا لي هم راه هادشي ولكن كانوا فاهمين بأن هادو هم اللي كاهمين تقاعدوا بالسلام العشر بأن راه كل شي اللي توظف بالسابع وبالثامن راه متقاعد بالسلام العاشر ما كانش واحد اللي متقاعد بالسلام التاسع نهائيا بالنسبة لي في حين انهم تعلموا جيدا وبأن هذا الرئيس المصلح اللي كان ديالترقية هذه الوقت راه صديق ديالها دونيت اللي كنين في المصالح الإدارية اللي على رؤوس المصالح الإدارية صديق حميم لهم وأنا اللي اليقين غاي كون توتي شارك وعارف هاللوائح ديال هاد المادة مية وطناش ضحايا المادة مية وطناش من الفين وثلاثة إلى الفين وسبعة لأنهم كانوا متقاعدين عندهم الحق وكانوا خصهم يدوزوا وكانوا وقفوا لهم ترقية دياله حتى أنهم من الدار تلوائح ديال المتقاعدين في 2011 ومن إيجاد في هذا الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 تم سحبه دائما ديال الابتدائي لأن الابتدائي رجل التعليم الابتدائي معلمين بالنسبة لهم دائما آخر حاجة تفكروا فيها تأنهم من دار ديال الإعدادي ديال من تديره الذين لم يسبق لهم كانوا معلمين قمة الضلم قمة الجور فهذا الحل وهذا الإقساء اللي تقلقتوا به توم اللي تقلدين به مصالح الإدارية و اللي كانوا مشريفين اللي كانوا تمتلوا مصالح ديال الشغيلة والحقوق ديال الشغيلة في اللي جانتون عليهم كله كان متواطع كلهم كانوا يتحملوا الوزر لهذا الإقساء ولن نسامحكم ولن نسكت عن هذا التجاوز وهذا غير بداية لكي نبدأوا ندخلوا تقنيا للملفات وغد وغد نكشف عن جميع التجاوزات والتلاعوبات حتى لا نقول بأن كانت هناك تواطعات وكانت هناك تجاوجات بالجملة لا أقول شيئا آخر يلا ندخلوا الوزر بايدر لك الخير شكرا شكرا